يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر قبل أي شيء قبل الحديث عن مباراة الخميس ما بين الأهل والزمالك والأهل في نهاية كأس السوبر المصري وأهمية هذه المباراة نتحدث باحترام وتقدير لكيان نادي الزمالك لإدارة نادي الزمالك لموقف نادي الزمالك اللي حصل منذ لحظات تأخر بعض الشيء ولكن بيان محترم جدا من نادي الزمالك خلص الحكاية لأزمات لمشاكل لدوشة ولا أي حاجة بص الجمال يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكافة الجهاد القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري ويسمي مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبزولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون وفي هذا الصياق فقد تكرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي ونؤكد على ثقاتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق يا سلام يا سلام على جمال إدارة نادي الزمالك وبيان إدارة نادي الزمالك من بارح من بارح أو مش من بارح من يوم انتهاء مباراة الزمالك والبيرامدز يوم الحد الناس مختلفة لما طلعنا قلنا لابد أن نؤكد على احترامنا لدولة الإمارات وشعبها وكل الناس اللي شغالة في الإمارات ناس اللي استضافتنا بكل احترام وأدب تأكيد على ده قبل أي شيء قبل حتى ما نشوف مين اللي لحق مش في جهات تحقيق بتشتغل في الإمارات ما ممكن تقول والله العيبة الزمالك ما عملوش حاجة والعنصر أو الراجل بتاع الأمن بتاع الاستاذها هو اللي كان عمل مشكلة ممكن بس إحنا نادي الزمالك ممثل مصر هذه المؤسسة المصرية العريقة مبدئيا لابد من الثانية الأولى تؤكد على احترامها لدولة الإمارات وتنظيم الإمارات لهذا الحدث المصر الكبير فعلها نادي الزمالك حتى لو خب بعض الوقت وربما الوقت ده عشان كان مشغول نادي الزمالك في التحيات والتفاصيل ومع اللعبين العزر مقبول